السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقي من جديد في فيديو جديد اليوم سنتحدث عن مهام وأدوار المدرس أو الأستاذ الذي يأتي في سياق دعوة المتعلمين إلى مراجعة هذا المجال أو هذا المحور الذي يتحدث عن مهام وأدوار الأستاذ إذن أدواره ومهامه عديدة ومتعددة لا يمكن حصرها وسنقتصر على ذكر بعضها في هذا الفيديو أو على ذكر الأهم والمهم منها إذن المدرس يعتبر فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية لماذا؟ لأنه هو الذي يوجد في صلب الرهانات والأهداف التي تعمل المدرسة على تحقيقها وباعتبار علاقته اليومية المباشرة مع المتعلمين وعليه فإن الارتقاء بالمدرسة وإصلاحها يظل رهينا بجودة عمل المدرس وإخلاصه والتزامه ولذلك فمهام المدرس لا تقتصر فقط على القيام بمهمة التربية والتدريس والمراقبة وتصحيح في الامتحانات المحلية والوطنية والإقليمية والجهوية بل له أيضا أدوار هامة أيضا داخل الفصل الدراسي وفي الوسط المدرسي وبمحيط المؤسسة كذلك إذن من أدوار المدرس أيضا الانفتاح على محيط المؤسسة وربط علاقات مع جمعيات الآباء وكدجمعيات المجتمع المدني والأندية الرياضية والتقافية لماذا؟ لأن المتعلم يحتاج إلى أنشطة متنوعة ولذلك فربط شراكات مع الأندية التقافية والرياضية يساهم في إبراز المتعلم لمهاراته وقدراته ويخرجه من دائرة الدروس وبناء التعلمات فقط كذلك ربط علاقات مع جمعيات الآباء فهذا يتيح للأستاذ أن يقدم لجمعية الآباء مساعدات كذلك تقدم له مساعدات في تقديم مهمته وأدائها أحسن أداء ثم كذلك من بين مهام الأستاذ هناك الانخراط في مجالس المؤسسة مجلس التدبير، المجالس التعليمية، المجالس الأقصام إلى غير ذلك وأن يكون الأستاذ قوة اقتراحية وقوة تدبيرية مهمة في هذه الأقصام للمساهمة في الرقيب المدرسة وبالأداء التربوي ككل كذلك فالأستاذ مطالب بتفعيل المخططات الإصلاحية للقطاع إذن كل مخطط إصلاحي جاءت به الوزارة أو المؤسسات المسؤولة على القطاع فالأستاذ هو في مركز هذه المخططات ويعتبر من أهم العناصر والموارد البشرية المطالبة بتفعيل هذه المخططات الإصلاحية وترجمتها على أرض الواقع إذن بشكل عام يمكن أن نقول على أن مهام الأستاذ هي تنحصر بالأساس في قلنا التدريس والتصحيح والمراقبة كذلك الفعالية داخل المؤسسة كذلك الانفتاح على جميع الشركاء خارج المؤسسة كذلك الانخراط في مجالس المؤسسة وقلنا أيضا تفعيل المخططات الإصلاحية التي تهم القطاع إذن يمكن القول هذه هي أهم أدوار ومهام الأستاذ السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة